استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نابو حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مكتبه بالمركز صباح اليوم أغايبانغا الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد العالمية رحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد العالمية والوافد المرافق معربا عن سعادته بتلك الزيارة وأشار سموه إلى مساعي القيادة الحكيمة لتوفير بيئة عمل مثالية وذات جودة عالية والارتقاء بالبنية التحتية لأعلى المستويات العالمية بهدف استقطاب أكبر الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص قد تبادل اسموه والضيف الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بآخر تطورات الشركة وإنجازاتها على مستوى العالم وشراكاتها مع إكسبو 2020 في دبي وسبو لتعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية في التوسع على مستوى المنطقة من خلال افتتاح مقرها الإقليمية الجديد في مدينة دبي للأنترنت من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد العالمية عن شكره لسمو نائب حاكم دبي على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة التي أسست في العام 1966 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وبدأ نشاطها في دولة الإمارات عام 1986 ويخدم مركزه الإقليمي في دبي أكثر من 69 سوقا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضر لقاسم الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران رئيس لاعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة هلال المري مدير عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وسعادة هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول وسعادة مالك المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر